بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة مواطن الجهر والإسرار بعد أن تكلمنا عن مذاهب أئمة القراءات في الجهر والإسرار بالتعوذ نتكلم الآن عن مواطن الجهر والإسرار وقد لخصها الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله شارح الشاطبية لخص مواطن الجهر والإسرار على الشكل التالي أولا مواطن الجهر ألف إذا كان بحضرة من يستمع له فإذا كان هناك من يستمع له وهو يقرأ له فإنه يستحب في حقه أن يجهر بالقرآن ليسمع من يستمع له وبالتالي فإنه يجهر بالتعوذ أيضا ليسمع المستمع له ما يقرأ الموطن الثاني من مواطن الجهر إذا كان يقرأ مع جماعة وكان هذا القارئ أول القارئين وهذه تستند إلى الأولى لأن الذي يقرأ مع جماعة إنما يقرأ مع من يستمع له أيضا فلذلك القارئ الأول يجهر بالتعوذ أما القارئ الثاني والثالث والرابع فإنهم لا يجهرون هذه مواطن الجهر التي ذكرها الشيخ رحمه الله وأما مواطن الإسرار فإنه لخصها في أربعة مواطن أولا في الصلاة وهذا واضح ومعروف تلاوة وفقها فلا أحد من الفقهاء ذكر أنه يجهر بها في الصلاة وكذلك أئمة القراءات على ذلك فلا يجهر بالتعوذ بل إنه يقرأه سرا ثانيا إذا كان القارئ منفردا فالقارئ المنفرد لا حاجة له أن يجهر بالتعوذ لأنه يقرأ لنفسه وطالما أنه يقرأ لنفسه فيستوي في نفسه الإسرار والجهر فيعود إلى الأصل وهو عدم الجهر ثالثا إذا كان القارئ يقرأ سرا وهذه أيضا تتعلق بالقارئ نفسه فهو يقرأ القرآن كله سرا فعلى ما يجهر بالتعوذ لا داعي إلى ذلك المكان الرابع إذا كان القارئ يقرأ في جماعة ولم يكن أولهم حيث ذكرنا أن القارئ الأول يجهر أما القارئ الثاني والقارئ الثالث والقارئ الرابع فإنهم لا يجهرون ويتخرج على هذا أيضا عند القارئ الواحد إذا طلب منه شيخه أو أستاذه أن يقرأ من مقطع وكانت بداية قراءته فإنه يجهر بالتعوذ ثم يطلب منه أن يقرأ بمكان آخر فإنه لا يجهر بالتعوذ بل يسر به والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر